موسيقى يدرك الرئيس مرسي أن زلزالا جماهيريا غاضبا ينتظره نهاية هذا الشهر فيحاول شغل المصريين بالانتصار لما سماه طلب العدالة للشعب السوري عدالة لم تعرف طريقها إلى قلب الرئيس المنتصر لحزبه الدموي دون عن المصريين الآخرين كشف الرجل عن نزعته التسلطية بسرعة قياسية فحقت عليه لعنة الفراعنة وهو يدرك في قرارة نفسه أن الأكثرية الضئيلة التي حازها في الانتخابات الرئاسية المصرية جاءت على خلفية الوعود التي أغدقها على أسيده الأمريكان والعزيز بيريز كما وصفه شخصيا بالمحافظة على كامب ديفيد والانصياع المطلق لشروطهم فيما يخص القضية الفلسطينية التي أثبت فيها قدرته على استقطاب فصيل المقاوم إلى معسكر النعاج وكذلك انتصر مرسي بالمال الخليجي الذي دفع باتجاه وصول الإسلام السياسي إلى العالم العربي ناهيك عن انقسامات المعارضة الحالية التي وجدت في رعونة الرجل ما يدفعها باتجاه الوحدة أقفل مرسي سفارة الجمهورية العربية السورية في مصر في الوقت الذي يرفرف فيه علم الكيان الصهيوني فوق سماء القاهرة هذا جانب من نفاق الرجل الذي قضى وجماعة الإخوان المسلمين عقودا وهم يجيشون الشعب العربي والمسلم باسم الانتصار لفلسطين والتصويب على النظام الرسمي العربي المطبع مع الكيان الصهيوني في الوقت الذي فتحوا فيه قنوات التواصل السرية مع الصهاين والغربيين لطمئنتهم على مستقبل الكيان الصهيوني في حال وصولهم إلى الحكم الغاية التي داس لأجلها مرسي وأتبعه كل القيام الوطنية والأخلاقية عاجز مرسي عن استقطاب عامة المصريين فلجأ إلى حزبه يشد من أزره باللعب على وتر العصبيات العقائدية التي تنحي العقل جانبا وتطلق العنان للغرائز تنال من الأمة وتخدم أعداءها الذين هللوا للخطوة المصرية فذكرت صحيفة معارف الصهيونية أن قرار مرسي يشكل ضربة قوية لسوريا ويتقاطع مع الموقف العام للمصريين تجاه حزب الله وعلى المنوال ذاته غزلت القناة العاشرة في تلفزيون العدو في نهاية هذا الشهر يتهيأ المصريون لاقتلاع مرسي هدية أمريكا لكيان العدو يتوعده الكثيرون بأن الأمريكيين والإسرائيليين لن يغنوا عنه شيئا من غضب الشعب المصري القادم نرشد عرو الرئيس ترطور